موسيقى بأعين رابعة من قناة البلاد مشاهدنا في كل مكان أهلا بكم نستهل جولتنا الاستعراضية لأهم ما تدولته الصحف والمواقع الوطنية العربية والعالمية لصباحة اليوم البداية من جريدة البلاد التي احتفت في أولى صفحتها بالمتوجي بكأس الجزائر لكرة القدم معنونة هذا الفوز بسيد الكأس تختار المكرى في إشارة منها لفريق سديب العباس وفي الجريدة أيضا حديث عن تحرك الحكومة لحماية العقاري الفلاحي بعد الجدل الكبير الذي أثاره هذا الموضوع وتأكيدا حول إنجاز واحد وأربعين منطقة صناعية يشترط وجودها عدم المساس بالأراضي الفلاحية أخبار متفرقة أخرى مشاهدنا في جريدة البلاد تنوعت متابعتها لكل من الملف الصحي والتربوي الحكومة تنجح في تمرير قانوني الصحة في هدوء وإجراءات بنغبريت لتأمين البكالوريا الصحفة في الجزائر تستغيث علوان انفردت بالحديث عنه يومية والخبر في عددها اليوم مفصلة في معطياته نحو الأزمة المالية وزوايا الحساسيات السياسية والأمنية التي يتخبط فيها حسب الخبر هذا وبقيت كل من جرائد المحور والحوار في أجواء الاحتفاء بتتويج فريق سديب العباس بعد 27 سنة في عنوينها الرئيسية بينما كتبت جريدة والحياة بعنوينها الفرعية عن رسالة رئيسي الجمهورية إلى الشعب الجزائري في اليوم العالمي للشغل وانتقلت إلى سجلات النواب في البرلمان حول موضوع تمرير مشروع قانون الصحة إلى جريدة الشعب مشاهدنا التي لم تبتعد كثيرا عن نفس الأخبار التي تدور اليوم في فلك فوز الفريق العباسي بكأس الجزائر والملفية الصحية الذي تتبين تبعيته بين الحكومة ونقبته نمر والآن مشاهدنا إلى أبرز ما أجدت به المواقع الإخبارية الإلكترونية في الجزائر وتصدر عنوان اتحاد بالعباس يعيد سيناريو 1991 ويتوجو بكأس الجمهورية الثانية في تاريخه موقع البلاد أونلاين بحيث تم تتويج الفريق العباسي بلقب كأس الجمهورية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على شبيبة القبائل بهدفين لهدف تجدون على موقع البلاد أيضا تصنيفا مفصلا لأغنى بلدية الجزائر وأفقارها والذي تتصدره بلدية حسيم سعود بولاية ورقلاء بفارق كبير عن أقرب منافسها حيث حصدت مواردا بقيمة ثمانية مليار قول دينار جزائرية موقع الإذاعة الجزائرية هو الآخر تحدث عن تتويج اتحاد بلعباس معلقا على الحدث بتفاصيل تسليم الكأس للفريق من طرفي الوزير الأول أحمد أويحيا إلى موقع كل شيء عن الجزائر تياسع والذي تطالعون فيه المغرب يتهم إيران بتسليح البوليزاريو ويقحم الجزائر مجددا بوتفليقة يدافع عما تم إنجازه خلال العشريتين الآخرتين إلى الصحفة العالمية لنهري اليوم والبداية من صحفتي الحياة السعودية التي تحدثتي الأخرى عن المغرب وقطع علاقته مع إيران متهمة تورط حزب الله في إرسال أسلحة للبوليزاريو قائلة المغرب يقطع علاقته مع إيران حزب الله يدعم البوليزاريو صحفة الشرقية الأوسط فضلت الحديث عن الوضع الأمني في أقصى الشرق الأسيوي معلقة حوله بأولى عنوينها لنهار اليوم كوريا الجنوبية لا علاقة للتواجد العسكري الأمريكي بالسلام مع الشمال وذكرت الرسالة في كوريا الجنوبية اليوم إن قضية القوات الأمريكية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بإبرام أي معاهدة سلام في المستقبل مع كوريا الشمالية مشيرة إلى أن التواجد العسكري الأمريكي قضية منفصلة تتعلق بتحالف سيول مع واشنطن إلى أخبار المواقع القدس العربي نشر على موقعه ترامب ينتقد تسريب الأسئلة الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي سيوجهها له مولر تطالعنا أيضا في موقع القدس العربي ماكرون لا أعلم ما سيقرره ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران بينما خذ موقع الجزيرة نتك عادته في الشأن الإقليمي للشرق الأوسط مسؤولون أمريكيون إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على إيران محللة في الموضوع عن ترجيح مسؤولين أمريكيين لاحتمالية استعداد إسرائيل للحرب ضد إيران وسعيها للحصول على دعم أمريكي بينما خذ موقع الجزيرة نتك عادته في الشأن الإقليمي للشرق الأوسط مسؤولون أمريكيون إسرائيل تستعد لهجوم محتمل على إيران محللة في الموضوع عن ترجيح مسؤولين أمريكيين لاحتمالية استعداد إسرائيل للحرب ضد إيران وسعيها للحصول على دعم أمريكي فيما نقلت شبكة NBC News عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل فعلا تستعد لحرب على إيران وأنها فقط تبحث عن دعم أمريكي في حين استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامي نتنياه ذلك وتقرأنا في موقع سي أن أن بالعربية حول العلاقات الخارجية للمغرب مع إيران والأنباء المتدولة حول قطعها من جبهة المغرب إلى جانب بداية ظهور تأييدات لهذا القرار ونفي من جبهة البوليزاريو البحرين تؤيد قطع المغرب للعلاقات مع إيران والبوليزاريو تتحدى المغرب في تقديم أدلة عن دعم إيران نختم وإياكم مشاهدنا الكرام موعدنا هذا بمجموعة من الصور الكاريكاتورية وإلى ذلكم الحين في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة